اشتركوا في القناة تريدتون استخدمها على التليفون لازم تربطوا التليفون بالهارددرايف والجيب اليو اس بي والهوسة هاي كلها على متوصل الفايل واحد بس بهذا الفيديو اللي راح نسوي راح ناخذ هذا الهارددرايف مالتاك الفقير وحنحطه على الشبكة مالتنا فبالتالي اللي راح يصير احنا راح نقرأ هذا التخزين على انه هو تخزين عادي مربوط بالجهاز بس بنفس الوقت هو فعليا مو بالجهاز على مود ما اني الناس network attached storage هو ها في اختصار الها او الذاكرة المتصلة بالشبكة طبعا عادة اسعار الناس راح تكون جدا غالية فانت تتكلم على شيء بمواصفات حلوة ممكن يكلفك من حدود السبعمية دولار تصعد لحد الاف الدولارات الى ممكن توصل ملايين الدولارات اذا انت تستخدمها وحسب التخزين طبعا ملايين الدولارات عم نسبة للشركات بس الفكرة انه اسعارها جدا غالية بس بهذا الفيديو اللي راح نسوي راح احنا لبني بارخص الاسعار واللي دتكلم عنه هذا المشروع اللي دتشوفه قدامك او البروجكت اللي يكلف سبعمية اثمانمية دولار كلفني انا شخصيا بحدود الـ 55 دولار بس او انا مدني نكون واضحين لان اشتريت قطعة زايدة فكلفني بحدود تقريبا 70 دولار الفكرة انه اذا عندك كمبيوتر قديم بعد احسن فانت تتوفر هاي الفلوس كله انا ادى اقول لك هاي الاسعار باعتبار انه انت عندك الهارددرايب موجودة وموجود بالبيت وما تستخدم ان فتحب تستخدمها لهذا المشروع انا مود نبدي اول شي بالاشياء اللي انت تحتاجها اولا تحتاج يكون عندك كمبيوتر قديم واذا ما عندك كمبيوتر قديم تقدر تشتري هذا الشيء طبعا هذا اسمه الرازبري باي اللي اذا تشوفه قدامك هذا عبارة عن كمبيوتر صغير رازبري باي معروف تقدر تدور عليه الفكرة انه اني حاطة بكبر وحاطة لامروحة على مود انه الحرارة ما الحرارة الى اخره عموان اللي تحتاج ايضا هارددرايب بدأ استخدم الان فيا مي تو هنا واحد تيرابايت ما توقع تحتاج اس اس دي بس هذا الشيء اللي موجود عندي فاستخدمه احسن من انه تاركه وتحتاج كمبيوتر بي ترمينال سواء ماك ويندوز الى اخرها وحتى تقدر تسخنه من الايباد او الايفون اذا تقدر توصل للترمينال تحتاج ايثيرنت كيبل وتحتاج التلفزيون المرة الوحدة ومموري كارت عمد تحط عليه النظام وراح اشرح لكم الطريقة اول باول شون تقدر تسويها من الف الى اياق شون تقدر تخلي شغال تابعونا الفيديو يفوتكم وجدا مفيد البداية اللي راح نسوي راح ناخذ المايكرو اس دي كارت الخاص بنا اللي راح نحطه بالرازبري باي خاني نقول اللي موجوده اياه هو الاربع وستين جيجا بايت طبعا هذا اللي لقيته المهم يكون لازم عندك ثمانية جيجا بايت او اكثر انا سحن كتحط 16 اقل شي او 32 عموما اللي راح اسوي راح احطه بالادابتر وراح انتقل للويندوز فبالتالي راح اخليكم تشوفون بالضبط شنا اللي راح اسوي بداية راح تحتاج تروح على طيب حنروح على اول موقع واسمه اللي هو الرازبري باي دوت او او ارغ داش دابل لود راح تلاقونا الرابط في الاسفل وراح اننزل الامج اللي هو الرازبري باي او اس امجر الخاص بالويندوز اذا عندك ماك تاخذ الماك عموما بعد ما تنزله وتنصبه راح يطلع لك البرنامج بهذا الشكل فاتشغله واللي راح تسوي انه انا راح اول شي افرمت الاسدي كارت اللي موجود عندي اتأكد نفس الحجم ما اروح اني افرمت غير اسدي كارت اذا كان مربوط وراح اختار من الشوز او اس راح انزل وراح اسوي لفات 32 اعلمود اني انا اتأكد انه انه انا مفرمت الاسدي كارت فراح افرمته طيب هسه حالين اللي راح اسوي راح ارجع اني احسوي فلاش للنظام اللي موجود وياي طبعا ليش اختارت الويندوز لانه انه اني عندي عندي النظام مسوي كاش على الويندوز فما يحتاج اني انزله مرة ثانية فحاختار اللي هو الرازبري باي او اس 32 بيت ما لك دخل فتسوي له اوكي وبعدين ادوس رايت وبعدين يس طبعا هايا ممكن تاخذ حوالي 6 دقائق على مدلني يخلص الفلاش للنظام التشغيل فنرجع اول ما يخلص وهذا هو طيب حاليا بعد اللي صار تقريبا ورا خمس دقائق اللي صار عندنا انه يقول لي اوكي النظام جاهز فاللي اسويه بس ادوس continue واطلع وافصل الاس دي كارت من الكمبيوتر نفسه فبالتالي حاليا نظام التشغيل كله موجود على هذا الاس دي كارت ما عندي اي مشاكل ثانية اللي راح اسوي ايضا راح اني اجيب الراس بري باي الخاصة بي وراح احط الاس دي كارت بالمنفذ الخاص بي واموري كلها تمام اللي راح اسوي راح اربطها بالكهرباء بالنسبة للهارد درايف اتاكد ايضا قبل ما تحطه بالجهاز انه انت تسوي له فورمات او تفرمته فبالتالي على مود نشتغل على كل شي نظيف وما لكه اي دات تتاكده لانه انت عندك داتة قديمة تسوي لها كوبي لانه هذا راح يتفرمت اكثر من مرتين على مود انه نقدر انشغله على السيربر طيب حاليا بعد ما شبكنا الراس بري باي راح تطلع لك شاشة سودة وايضا راح يطول شوية على مود انه يثبت نظام التشغيل او انه يتعرف عليه فبالتالي اتركها ممكن هالعمالية تطول من ثلاثة الى خمس دقايق لكن بعدها ممكن انه انت تشوف نفسك داخل على النظام فخلينا نتركها ونرجع وراه ما كل شي خلاص تمام حاليا هسه كل شي تمام هاي الراس بري باي شغالة اللي راح نسوي راح ندخل بطريقة ضبط الاعدادات فبالتالي تختار الدولة تختار اللغة الى اخرى فاني بس راح اضبطها ونبدي انه ننزل التحديثات فتختار المنطقة اللي تعايش بيها على مود الوقت بالوقت وايضا تفاعل الكيبورد طبعا الراس بري باي يجي ويا اليوزرنام والباسورد اللي خاص بي اللي هو اليوزرنام البي والباسورد هو راسبري فهنا راح احنا شن سوي راح اغير الباسورد راح احط باسورد جديد خاص بالراس بري باي نفسها وايضا راح اتأكد انه انا اربطة بالواي فاي للمرة الاولى لان نحتاج ننزل التحديثات عملية ضبط الجهاز للمرة الاولى ممكن تطول وياك تقريبا خمس دقائق المشكلة الضل بالتحديثات اللي راح نسويها التحديث ممكن يطول فبالتالي راح يقول لي اكو سوفتوير ابديت تأكد انه انت ايضا تسوي سوفتوير ابديت طبعا راح نتركه سوفتوير ابديت حسب سرعة الانترنت يمك فراح نرجع وقت ما يخلص التحديث طيب اللي حاليا صار خلصنا التحديث كل اللي راح نسويه راح ندوس اوكي وراح نسوي لريستارت على مواد انه الراس بري باي يطفي ويرجع يشتغل ثاني فبالتالي يكون جاهز انه احنا نستخدمه طيب حاليا كل شي جاهز الكمبيوتر صار جاهز بالنسبة انه اللي راح يسويه اوه الشي راح اروح على الترمينال وراح اكتب السطر الثاني اللي هو sudo apt-getupdate اللي راح يسوي هذا السطر من الكماند او الامور انه انه انا اقول للجهاز جيب الابديت حيث انا لا ابديت بازد نتأكد مليار بالمية انه خلص كل التحديثات جاهزة وهذا الشي كلش مهم لازم تسويه بعدها لما يقول لك done تسوي sudo بعدها space بعدها apt-get هالمرة upgrade طيب وتدوس اوكي ونتأكد انه احنا خلاص كل شي جاهز عدنا والتحديثات كلها موجودها طبعا خليم ازويه clear ونبدأ من جديد طيب حاليا كل شي جاهز اللي راح اسويه راح انصب الopen media vault اللي هو هذا المسؤول على الكل التحكم بالسيرفر وكل التحكم بالناس الى اخره فبالتالي رابط الكود اللي راح انت تحتاجه مجرد هو نسخ ولسق لا اكثر ولا اقل فبالتالي اللي راح اسويه اني بخانة الكمان مسوي له copy already راح اسويه بس paste راح يطلع لي اللي هو wget-o get-hub sudo-pash anyways كل اللي اسويه ادوس enter طبعا هنا انا هاي العملية اطول وكد فتأكد نمر بوط على الانترنت اكد انت امورك كلها تمام فبالتالي اللي راح تسويه راح تركه عملية هاي ممكن تاخد عشر دقائق ربع ساعة حسب سرعة الانترنت شون تعرف انه هو جاهز من الجهاز يطفى وخلاص يرجع يشتغل يسوي restart فراح انتركه يخلص ينهلس تنصيب ونرجع له طيب حاليا كل شي خلاص صار restart كل اللي راح اسويه راح اتأكد انه اكون شابك القطعة بالكهرباء وبنفس الوقت راح اني اشبك معاها الهارددرايف مثل ما ذكرت مشرطة يكون هذا الهارددرايف باستكد تكون انت انفرمتها قابل ومعلي اي داتة وبما انه اني عندي USB 3 كله فراح استخدمه بمنفذ USB 3 فكل اللي اسويه اني اربطه بالاثرنت وخلاص انتهى ما احتاج الكيبورد والماوس بعد اربطه بالاثرنت وبالكهرباء طيب بما ان انت وصلت لهاي المرحلة فانت انتهيت من الجزء اللي تحتاجه تكون موجود معاك القطعة او الكمبيوتر نقدر نقول 70 بالمية من الشغل انتهى بعدها كله راح نسويه على الكمبيوتر اللي حنحتاجه وعلمد اني نشرح حقه قبل ما ندخل اللي راح نحتاجه نحتاج انه نحن نوصل للسيرفر اللي احنا هسه سوينا نحطه static IP على مد انه IP ما لتيكون ثابت واحد على النتورك وايضا راح انه انه انت تسوي فورمات للهارددرايف وتنصبها والمهم حتشوفون بالفيديو بالتفصيل اللي راح نسوي بهذا الفيديو راح استخدم بنظام الماك راح اعلمك من الخطوة الف الى الياء شون تقدر تسوي بنفس الوقت تقدر سويها على الويندوز الطريقة كلها عبارة عن كمانز او او اوامر فبالتالي ما يحتاج انه يكون عندك ماك ممكن حتى بالتاليفون اذا عندك ترمينل تقدر تسوي فخلينا نروح الكمبيوتر ونشوف شنال اللي نكمله طيب اوكي اول شي راح نسوى راح نروح ونفتحلف الترمينل طبعا خاليا شبكنا الرازبري باي بالأنترنت فعدنا التصال بالأنترنت جاهز بس يبقى ارجى تعرف الاي بي اجرس على مود اني اوصل طبعا على مود تعرف انو الابي اجرس شون تقدر تسويها عن طريق الراوتر او تقدر تسويها عن طريق الترمينل بما انا من dels اربعي عن طريق الراوتر س التأجفalla عن طريق الترمينل اللي راح أسوي راح أكتب pink بخانة الأوامر وراح أحط raspberry.local وأقول له enter فراح يطلع لي حياتة ال IP Address الخاص بها فكل اللي راح أسوي راح أسوي له نسخ طبعاً أنا هنا خلصت ما عندي أي شيء أسوي له terminate أنا كل هذا رأت تعرفه فهدخله بالمتصفح فهيفتح لي Open Media Vault طبعاً بدايةً الباسورد وأول ما توصل لهذه المرحلة أعرفت 100% تأمورك كلها تماماً السيرفر شغال فإحنا نجحنا بهذا الشيء السبوقة بس إنه إحنا نضبطه بشكل عتيادي فاليوزرنام هو admin والباسورد هيكون OpenMediaVault So OpenMediaVault وحالياً طبينا على OpenMediaVault طبعاً هس راح تأتي مرحلة التضبيطات من إحنا نضبط كل شيء بدايةً وحالياً خلينا أول شيء نغير الباسورد الخاص به فتروح على General Settings بعدين تروح على WebAdmin وتحط الباسورد الجديد فخليني أغيره ودوس علي Save هس حالياً الباسورد تغير الباسورد اللي هو OpenMediaVault خلص انتهى راح من عندي السيرفر الطبيعي فاللي راح أسوي كالتالي أول شيء أروح أجي على الـ أروح على الـ Network أتأكد الـ HostName بتقدر تغيره فهو شنو اللي راح يطلع لك فآني الـ HostName راح أغيره بعدياً بس أقدر أشوف هنا الـ Ethernet والـ WLAN هاي هنا نحتاج أثبتها على أشياء معينة فإذا أدوس هنا وأدوس Edit اللي أريد أسويه هنا بالـ Ethernet أريد أنطي IP Address يكون ثابت فما يحتاج لأنه هذا الديد تشوفه فوق اللي هو الـ 197 هذا كلما يطفى الجهاز ويشتغل وكلما يصير شيء بالراوتر الراوتر راح يرجع ينطي IP جديد فبالتالي راح أنت تفقد الوصول لهذا السيرفر إلا في حالة أنت تعرف الـ IP Address فاللي راح يسويه راح أنطي IP Address 1 فلو أنزل على الـ IP Version 4 راح أسوي Static بعدين الـ Address راح أسوي 192.168.2.208 مثلاً هذا اللي أنه عندي 207 فـ 208 أسويه عموماً الـ Net Mask هو ثابت أغلب الأحيان 99% اللي هو 255.255.255.0 و أيضاً الـ Getaway الـ Getaway ركز عليها هو الـ IP Address ما للراوتر مالتك فـ 192.168.2.1 ف أنا عمد أني أتأكد أخذ هذا الـ IP Address أحطه بـ أتصفح جديد وأدخل عليه .2.1 فمثلاً ما تشوفون حالياً يوداني على إعدادات الراوتر فأتأكد من أن هذا موجود و أدخل لـ Save فبالتالي أنا بدأ أقول له للراوتر تعرف شنو أريد الـ IP Address هذا يكون ثابت لهذا الجهاز فأدخل عليه Apply و راح أدخل Yes راح يسوي Configuration من جديد فحيضبط ليها على 192.168.2.28 فبعدما يخلص كل شيء الـ IP Address اللي حدنا نستخدمه حالياً من الـ 197 راح يكون خلاص طلع من الراوتر انتهى راح ندخل بالـ IP الجديد حلو فأنا حالياً لو أسوي Restart راح أرجع عليه بس لو أحب أن أنا أدخل 192.208 فحيضبطيني الـ Username فـ Admin والـ Password راح يكون أنا أراضي حافظة فلأسوي لـ Login فرجعنا دخلنا عليه وهذا الـ Static IP اللي هو الثابت يمك عموماً طيب حالياً اللي راح أسوي شنو راح أفرمت الـ الـ Hard Disk اللي أنا حاطة نمود أنه أخلي يتعرف عليها فبالجهة اليمنى لو أدخل على Storage وبعدين أروح على Disks راح أشوف الـ Disk Multi موجود USB 3.0 931 جيجا بايت حسوي له Wipe وبعدين أقول له Yes وبعدين أسوي Quick عادي ما تفرق بس هذا شنو اللي أنا قاعد أفرمت الـ Hard Disk على مود أنه يبدي يتعامل مع الجهاز نفسه مع السيرفر نفسه فحالياً انتهى كل شي اللي أروح بعدين عليه شنو أدخل على File System ومن File System ما راح أشوف أنه ما كو أي شيء ما عندي بس إنه إعدادات الجهاز نفسه أو خليني نقول الـ Hard Disk الـ SD Card اللي موجود بالجهاز نفسه فاللي مطلوب مني أنا أسوي Create وبعدين أختار USB 3.0 فأقدر أسمي مثلاً أنا أمطيع أي اسم ليس شرط فرح أسمي مثلاً SSD 1TB و أقول له EX4 أتأكد أنه أنت تحطها على EXT4 و نسوي له أوكي و سيقول لك هذا راح يفرمت كل شيء قل له ياس حالياً اللي إحنا إستا قاعدين دا نسوي دا نرجح إنه إنه نفرمت صيغة الـ Hard Disk نفسه اللي هو من الـ EX إلى الـ EXT4 على مود أنه السيرفر يتعرف عليها من ناحية وصول البيانات يعني إنه كإعدادات إنه الجهاز أو السيرفر نفسه يتعرف عليها طبعاً على فكرة هذا يأخذ وقت حسب نوع الـ Hard Disk اللي عندك إذا كان عندك HHD 1TB ممكن يأخذ أكثر من هذا الوقت إذا كان عندك SSD ممكن أقل إلى آخرة فبالنهاية هي تعتمد على نوع الـ Hard Disk اللي موجود يمك وسرعته لكن عادة أنت تأخذ لها أقل الدقيقة إلى دقيقتين إذا كان عندك SSD بسعات عالية حسب تجربتين هاي ثالث مرة أسويه أو ثالث سيرفر أسويه فـ SSD أتوقع إنه شي جداً حلو تستخدمه على السيرفرات من هذا النوع تحديداً لأنه ما تصرف طاقة هواية الـ Raspberry Pi نفسه ما يصرف طاقة هواية وبنفس الوقت إنه يدخل هذا بـ Sleep فبالتالي لما تريد توصل للبيانات بعد فترة من إنه الـ Hard Disk مطفوي ما راح تحتاج وقت طويل على متر طيب حالياً طلعنا The File System has been completed successfully راح أدوس لـ Close هسا اللي راح أشوفه إنه الـ 1TB موجودة وجاهدة على EXT4 فقبل ما أسوي أي شي ثانية راح أسوي شغلة كلش مهمة وركز وياي بيها حدخل على الـ Users المستخدمين اللي موجودين عندي وبنفس الوقت راح أشوف الـ User اللي هو الـ Pi نفسه أنا راح أضيف يوزر جديد وراح يكون مثلاً اسمي عبدالله ما أحتاج الإيميل بس أحتاج الـ Password فأسوي وباقي الأشياء أحطها على إنه هي خلني نقول ضبطي تيادي فأسوي إلى Save أهم شي يكون عندي هذا الـ User موجود حساً حالياً اللي راح أسوي راح أسوي الـ دادات كلها ضبطها إنه خلاص أقول ليس على مود نرجع نسوي Configurations على الـ Shared Folder طيب حالياً بعد ما سوينا الـ User الخاص بنا راح نرجع على الـ File Systems وبعد ما شفنا الـ SSD موجود حنسوي بي إنه إحنا راح نسوي لـ Mount فبالتالي إنه إحنا نربطه أو إنه خلص إنه ندخل إنه نشكله بالجهاز بالـ System مالتنا فأسوي لـ Apply Mart فهيقول لي تريد تسوي لـ Restart سيقول لي إيه سوي Restart للـ Server فبالتالي أردي نظام تعرف عليها 915 جيجا بايت إلى آخره جاهز للاستخدام حلو، حسو أمورنا كلها تماماً إذا أنت وصلت لهذه المرحلة أنت أمورك كلها بالسليم الباقي أشياء أو ضبطتي هذه فبالتالي بعد ما خلصنا كل شيء راح أروح على الـ Shared Folders وراح أسوي New Shared Folder اللي هو هذا الفايل اللي موجود حليها فأنا راح أسميه A01 مثلاً وراح أختار الـ Hard Disk أو هذا الـ SSD اللي أنا حاطة هنا نركزوا هواية عليها بالـ Permissions تأكد أنه أنت تحط أنه الـ Administrator can read and write والـ User read only وNo access للـ Guests أو أنه أنت تقدر تسويها الـ Administrator read and write User read and write Others no access إذا أنت تريد تسوي كأنه فايل خاص بك اختار هذا الخيار أما إذا أنت تريد تسوي فايل علم تحط عليه الأفلام وتتفرج بها على التلفزيون إلى آخر فاللي تقدر تسوي تروح على آخر الخيار مثلاً Everyone read and write هايذا تحب الناس اللي بالبيت كلهم يستخدمون نفس الـ Folder أو Administrator read and write User read and write والـ Others اللي هما الناس اللي عندهم التليفون ويشوفون السيرفر ماتك هم يقدرون يوصلوا له بس إذا تريد تسوي Private فأنا سحك تروح هنا وتسوي الـ Save وبعدها أكيد نسوي Restart طيب حالياً فعلياً أنا إذا روح حسة على أي كمبيوتر موجود بمجرد ما إني أدخل الـ IP Address نفسه راح يطلق ليها بس أنا ما راح أسوي هذا الشي اللي راح أسوي شنو؟ راح أدخل على أنا شخصياً اللي أسوي أدخل على الـ Network وحن أغير الـ Host Name اللي هو نفسه السيرفر نام فأني هسميه A-Local كبعاً هاي الأشياء المفضلة إليه وراح أسوي لـ Save وراح أسوي لـ Restart Martelluch بعد بغيرنا اسم الـ Host اللي راح أسويه حالياً راح أرجع الـ File System أو تحديداً راح أرجع الـ Shared Folders ومن الـ Shared Folders أدخل على الـ Privileges فبالتالي أحدد منه اللي يقدر يدخل على هذا الفولدر وشنو اللي يقدرون يساوون فأني عن نفسي راح أحدد الـ Admin وأني موجودين هنا فذول الاثنين يكون عندهم دخول إلى هذا الـ File نفسه اللي أنا مسويه من ضمن السيرفر ومرتلو خان راح ترجع تسوي Restart طيب حالياً بعد ما خلصنا كل شي نجي على الخطوة الأخيرة أنه إحنا نضبط الأشياء الأخيرة فمثلاً أنا راح أخلي الـ Smart موجود شغال هذا طبعاً على مدراقب إذا يصير أي شيء بالـ Hard Drive إذا يصير أي شيء بالـ System إلى آخره ينطيق الـ Report كاملة وأيضاً اللي راح نسوي بعدها راح نحط السيرفر Live على الـ Network نفسه طيب حالياً بعد ما خلصنا وفعلنا كل شي حالياً هنخلي السيستم كل هذا يروح Live ويصير أنه موجود على الـ Network مالتنا فاللي أسويه من ضمن السيرفرس هنزل على الـ SMB نفس السيرفر السامبا وراح أسوي له هنا نـ Enable وبعدها أتأكد كل شيء موجود لا تلعب بأشياء ما لك علاقة بيها فبالتالي اللي راح نسويه راح نسوي له Save وأيضاً على الشيرز نسوي Add ونشوف أنه أي واحد نريد أنه إحنا نسوي Live فحسوي لـ A01 Is it Public? No حلو أمورنا كلها تماماً طبعاً تقدر تختار أكثر من واحد فبالتالي الـ Device هذا موجود تقدر تضيفه تقدر تسوي اللي عجبك أنت بالنهاية فأني راح أختار الـ A01 راح أسوي له Save وبعدها راح أسوي له كلها Apply وأسوي Yes اللي هنانا انتهت كل الأشياء اللي أنت ممكن تسويها بهذا البرنامج وبعدها اللي راح تسويه أنت بمجرد ما تروح تبحث عن هذا السيرفر بأي مكان موجود بي الـ Network أو Connect As Server راح تلاقي هذا الشي موجود فمثل ما تشوفون السورة ما يخلص الـ Configuration مالت الـ Update راح نروح ومن ضمن الفايندر اللي موجود بالمك راح نقدر نوصل إلى هذا الفايل فبعدها أروح على الـ Networks بالمك هياته موجود عندي أقدر أوصل بي عن طريق الـ A-Local هسوي لك Connect As راح يقول لي اسمك هدخل اسمي والباسورد اللي آني حطيته وقل له Remember هسوي لك Connect عفواً أكو غلط بالموضوع فبعدما دخل الباسورد والإشياء والاسم أموري كلها تمام أيوان موجودة هنا وجاهز وأقدر أسوي أيشي أقدر أسوي New Folder أقدر ألغي أيشي بس بما أنه إحنا هنا خلينا نجرب سرعة النقل فبالتالي لو أخذ فائل من الفايلات اللي موجودة هنا هذا حجمه تقريباً Get Get Info هذا حجمه بحدود 25 جيجا بايت فهذا خليني أجرب أنقله وأشوف السرعة اللي موجودة طبعاً حالياً هذا هو الـ Hard Drive مالتنا موجود وهذا هو Online Live فمثل ما تشوفون السرعة نوعاً ما جيدة مقارنة على شيء موجود على النتورك نفسه أو على هذا الشيء كأنني قاعد أكتب هذا الفايل على Hard Drive بس الـ Hard Drive موجود بالكمبيوتر نفسه فبالتالي السرعة تعتمد على حرارة الـ SSD الـ SSD من يحمى كلش تنزل السرعة مالتا لكن اللي قدرت أحصله مرة من المرات بحدود 20 ميجا بايت هذا كسرعة أنه قراءة وكتابة بنفس الوقت فبالتالي أعتبرها السرعة ممتازة طبعاً أكيد يبقى حجم الفايل طريقة النقل إلى آخره بس عموماً أنا هذا أريد أضغي ما أريد أكمله لأن بقته هواية أشياء لازم أنا أضبطها من مجبور أنت تسويها لكن يفضل أنت تسويها أنت حالياً خلصت أنت السيستم مالتك جاهز وجاهز أنه يشتغل بس بقت أشياء مهمة تحتاج تسويها والأشياء هاي هي كالآتي طبعاً بما أنه إحنا كل شيء فارغ عندنا اللي أقدر أسوي مثلاً أقدر بدايةً أحط Plugins موجودة أقدر أنزل Dockers أقدر أنزل Plex أقدر أنزل Backup System أقدر أنزل Redundancy System إذا عندك شيء مفضل تقدر أن تسوي Encryption للهارددرايف نفسه في حالة أن شخص يفصل الهارددرايف ما رح يفتح إلا بوجود مفتاح معين اللي هو يتكون الفايل بي Encrypted هذا يحتاج لشارح ثاني بس بنفس الوقت أشياء مهم لازم تسويها تروح على Update Center وتسوي Check وبعدها تسوي تحديث للسيستم كله عموماً اللي هنا ننتهى كل شيء من ناحية الضبط عموماً اللي راح تسويه راح تختار كل الباكيجز وتتأكد أنه أنت تسوي عليها Install فعلى مد أنه يتنزل جميع التحديثات أو جميع التحديثات بمعنى أنه لحد هاي اللحظة إحنا سوينا سيرفر ناس خاص بنا بالبيت بأقل من ساعتين ساعتين اللي أنه هو التنصيب إلى آخر لكن الشوال الحقيقي اللي سويناه ما يتجاوزه خمس دقائق تخيلت هواية أشياء سويت لها ماحتاجة تستخدمها مثل الكودينجز وغيرها كل شيء كان جاهز بالنسبة إلك وشفت كل شيء كلش سهل ما يحتاج أنه يكون عندك أصلاً خبرة بهذا المجاعة عمودة أنه أنت تبني تقريباً أنا صال لفترة أستخدم هذا الجهاز أو أستخدم هاي الطريقة أو أستخدم هذا الناس وعندي ناس أصلاً جاهز اللي هو من WD أشوف أنه هذا أحسن نوعاً طبعاً ما عندك وصول إلى الشبكة يعني ما تقدر توصل للفايلات من أي مكان بالعالم لكن تقدر تسويها بس الشرح ذي شمالتها يطول ما قدر أحطها كلها بحلقة وحدة أو بشي واحد بس تقدر أنه أنت تخليه يشتغل على أنه مثل جوجل درايف فهذا أيضاً شيء ثاني كلش حلو بس اللي هنا انتهى كلشي يعني انت سيرفر بانتك جاهز تقدر تروح تستخدمه فبعد ما سوينا تحديث لكلشي ندوسة close بعدها اللي تسوي تسوي له reboot وأمورك كلها جاهزة وتمامه ما عندك أي شكال سيرفرك جاهز وتقدر تبدي تستخدمه طبعاً اللي هنا انتهى كلشي أتمنى استفادياته من هذا الفيديو تعبته هواية على مدلني يسوي الفرمت الجهاز مرتين بس على مدلني تخيلوا هذا اللي تشوفوا كله حتى تقريباً بما مجموعة أربع مرات على مد هذا الفيديو يطلع فلذلك لا تنسون اللايك وشير والسبسكرايب وضعتكم أي سؤال أو أي استفسار ذكروا بالتعليقات والسلام عليكم اشتركوا في القناة